بعد الأجازة الواحد كان بيفكر يجي مع حضراتكم يبدأ بإيه؟ يبدأ مثلاً بصفقات النادي الأهلي، صفقات نادي الزمالك، بيراميدز فيوتشر الإسماعيلي، استعادات منتخب مصر اللي جاية نتكلم عن إيه؟ نفكر في إيه؟ نقول إيه مع حضراتكم بعد إسبوعين من الغياب؟ في حاجات كتيرة حضراتكم سمعتوها، هنيجي عندها وهنعدي عندها بس الواحد عشان بقاله سنة الحمد لله يعني يومياً مع حضراتكم كان شغال في حتة كده كيف بتغيب عنه، إيه هي؟ حجم التأثير الكبير للسوشيل ميديا في الرياضة دلوقتي هتقول لي يعني أنت كده جبت التايها؟ لا ما جبتش التايها، ما جبتش التايها خالص كلنا عارفين إن السوشيل ميديا بقت كوة مؤثرة كبيرة جداً في كافة مناحي الحياة في العالم كله، مش في مصري بس طبيعة الحال، بس قعد تفكر ودور وشوف وانا يقعد في الأجازة إيه اللي بيحصل قلت أقول لحراتكم شوية حاجات كده نعيشها مع بعض ونشوفها مع بعض ونفكر فيها مع بعض واعمل فيها تجربة عشان تصدق كلامي عشان ما يبقاش كلامه وخلاص عشان تصدقه بس يجي مرة يقول لك فيه فلان تسحى من النوم كده فيه فلان عليه هجوم شديد أنت شفت النهاردة بيتكلموا على فلان إزاي؟ دي الدنيا مقلوبة عليه فجأة، فجأة ليه؟ ما تلاقيش سبب أو تلاقي السبب ضعيف بس الدنيا مقلوبة، مقلوبة ليها يا جماعة طب مين اللي قاله بالدنيا؟ مين اللي قاله بالدنيا؟ ده أول أو ده أول علامة استفهام حرارك تحطها يعني مثلا مثلا جيه أنا مش عايز أقول أسماء أو أدي أمثالها باللحصة للأسبوعين اللي فاته أو قبل كده أو السنة اللي فاتت أو السنتين اللي فاته وخلافه بس هنخليها بشكل عام يجي يقول لك فلان الفلان الدنيا قيمة عليه كل صفحات السوشيال ميديا بتهجموا كل الناس وطالع ترند وفيه هجوم عليه تيجي تدور إيه أصل الهجوم ده؟ تلاقي الحاجة مش كبيرة يعني مش هي دي الحاجة اللي تعمل ترند أو دوش ببساطة شديدة وتعال نجربها مع بعض ونتقابل بكرة وبعده ونشوف الإثبات بتاع ده سين سين أو سين صاد اسمه كده سين صاد النهار ده الناس بتهجم روح كده دور على كل الصفحات هتلاقيهم غالبا حطين نفس البوست بنفس الكلام بنفس الصورة طيب هم كلهم اتفقوا طيب هي الصفحة اللي عليها مليون ولا اتنين مليون دول عارفين أو مش عارفين عفوا أنه هم كده قصدين يعملوا حاجة أو قصدين يهاجموا فلان لا قصدين طيب انت عايز توصل ليها كريم يعني على فكرة اللي جان ما احنا عارفين لا اسيبك من فكرة اللي جان في دلوقتي حاجة بتحصل من قندية من قندية تركز معايا من قندية كبيرة وصغيرة أنه هم بيدفعوا لصفحات عشان تنتقد أو تهاجم شخص أو فلان هتقول لي انت كده بتتهم نادي بعينه لا مش بتتهم نادي بعينه ومعايش حجم التبادلات المالية أو خلافه بس قدر اقول لك حاجة واضحة وصريحة اسأل كده حد من صحابك اللي بيشتغلوا في السوشال ميديا في أي موقع أو أي جرنان أو أي شركة أو خلافه هي يقول لك أنا والله داخل أنا وزمائلي أو أعرف ناس اشتروا صفحات عليها 2 مليون و3 مليون فولورز تفتكر اللي بيشتري صفحة عليها 2 مليون أو 3 مليون فولورز بيشتريهم برقم كبير خد بالك الأرقام كبيرة أقود بيشتريها ليه؟ طيب بلاش؟ هو لما هيشتريها برقم كبير قول 100 ألف جنيه وهو أرقام أكبر من كده بالمناسبة استغربش أرقام أكبر من كده اشتريها 100 ألف جنيه هيرجع المئة ألف جنيه دوله إزاي هقول لك بيرجعهم إزاي كريم هو أنت الناس النهاردة بتنتقدك وبتهجمك جامد اديني 3-4 ألف جنيه وأخليك ترند وطلع فوقه في السماء وأنت أحسن واحد في العالم بيحصل والعكس الصحيح كريم هو أنت أحمد بيديئك طب أحمد أنا أعجبه لك الأرض وأخليه ترند وههجمه وأخلي الصفحات كلها تهجمه الديئة 3-4 ألف جنيه أنا بقى وغيري أنا وغيري كله بيدفع كله بيدفع مين بقى اللي بيدفع هاي الحاجات دي رسمية ولا مش رسمية أكيد مش رسمية فأكيد مش واضحة بس ده واقع تقدر تفهمه إزاي لما تلف على كل الصفحات وتلاقيهم منزلين نفس الكلام ما ينفعش كلهم في نفس الوقت يعني مثلا أنا عندي صفحة اسمها صفحة كريم رمزي كرر النهاردة ينتقد أو يقول حاجة مدايئة لو كريم لوحده عمل كده يبقى خلاص ده كريم لوحده ده رأيه لكن لما تلاقي كريم وحسين ومحمود وصفحة مين بيقى النادي الفلاني اليوم ومحب النادي الفلاني وخلافه كلهم بيعملوا نفس الحاجة يبقى لازم تفهم إنها حاجة موجهة طيب هتجي تقول لي طيب ما حتى لو حاجة موجهة بس الرأي ده عجبني عجبك ليه عجبك عشان غالبا الرأي ده بيبقى فيه حاجات سلبية بيبقى فيه هجوم بيبقى فيه فكرة المؤامرة عادة كلنا الجنس البشري يعني في العالم كله يحب يسمع دايما عن دراسات يعني مش بافتي أخبار المشاكل الأزمات الكوارث الحاجات اللي هي إيه اللي ما هيقض مع أصحابه يقول له انت عرفت حصل إيه في الحتة الفلاني ده العمل ومش عارف إيه لو فيه خناقة وانت قعد في بيتكم في الشارع تفتح الشباك وتبص بسرعة على الخناق عادة بنحب النوعية دي من الأخبار أو من الكلام فهيعجبنا فهيعجبنا خاصة لما تلاقي الناس كلها البجات كلها والصفحات كلها بيقولوا نفس الرأي فلأ ده هيعجبني وانا كده صح ده كلهم بيقولوا نفس الحاجة بس انت لو وديت لي نفسك فرصة ولو ديئة واحدة ديئة واحدة تفكر بحياد عن تفكيرك هل الكلام ده مظبوط ولا لأ ممكن تقول لأ وما تكسفش يعني لو دخلت انت مثلا على صحياتك قلت يا جماعة الكلام اللي أنا شايفه دوت رغم اللي أنا بشجع النادي الفلائي دوت والكلام ده مفهودي يعجبني بس الكلام ده مش منطقهم الصحيح انت بتقلق بقى تقول ليه وانا عمشي عكس الطيار هو انا هطلع قولي للدنيا وردي والناس كلها بتقولي ان فيها مشاكل اه الناس اللي قالت كلها فيها مشاكل ده الناس فيك او غالبيتهم فيك مش مزيفين مش حقيين اسمع رأيك من دماغك واستمتع بالرياضة واستمتع بالكورة ما تبدلش كل يوم انت شاغل نفسك مين طلع تريند النهاردة تعال نهاجم فلان تعال نشتم فلان عشان دول اصلا بيتغزوا عليك هو الراجل الراجل اللي بياخد من صفحته اللي عليها مليون ولا اتنين مليون فلوس عشان يعمل بوست او صورة او اي حاجة يهاجم بيها هو بيجيب الفورورس دول منين المتابعين دول منين ما هو انت بيدحك عليك عشان هو بيكسب بيدحك عليك وبيحاول يوسلك اللي هو عايزه عشان هو بيكسب فلوس بعد كده بياخد فلوس قد تاخدش فلوس انت راجل مطلقي فقط واحيانا تشارك ولكن برضو بيش هتاخد فلوس انا ليه بدأت بالكلام ده الكلام اللي هو مجاعلة شوية اللي مفوش مين جاب مين ومين اشتري مين والكلام ده كله عشان نفسي وانا جاي اشتغل النهاردة وغيري بيشتغل وحراج وانت بتتفرج على الرياضة ولا بتتفرج على الكورة تبايا عادي مستمتع مش منزعج مش كل يوم مين اتخاني مع مين ومين زعق لمين ومين شتم مين ومين نكسر في مين انت بتتفرج على الكورة عشان تستمتع ترايح عصابك ترايح نفسيتك عادة يعني الرياضة او اللعبة هي حاجة المهم فيها ان انت تبقى مبسوط مش تبقى منزعج ببساطة شديدة تبقى مبسوط انت متخيل انت راجل او ست او اي شخص يعني انت راجل حياتك مليئة بالهموم اليومية زينا كلنا كلنا عندنا هموم يومية بمختلف الهموم كل واحد بقى عنده هموم الشخصية فتيجي تفرج على مباراة عايز تستمتع تيجي تفرج على برنامج رياضي رياضي فانت عايز تستمتع ما هي دي رياضة لعبة فانت عايز تستمتع انت مش داخل تفرج على فيلم اكشن تفرج على حاجة ممتعة فانت المفروض اي حاجة ليها علاقة بالرياضة باللعبة كرة القدم باي لعبة اخرى انت الهدف الاول والاخير منها الوقت اللي هتقضيه وانت بتتفرج او بتسمع او بتشارك انك تستمتع ده ببساطة شديد اشتركوا في القناة